رئاسة جمهورية للحقيقي لأنه يكون عنا رئيس جمهورية بالبداية من الواضح أنه جلسات مجلس النواب عم بيحولوها إلى مهزلة ولكن الرئيس نبيه بر يتبع الأصول الدستورية أصول الدستورية بس لعب يصير بقلبها مش مسموح اتنين احنا أمام مرشحين فيه مرشحين غير جديين فيه مرشحين جدية مرشحين جديين صارت أسماءهم معروفة وواضحة أنه في عنا سليمين باكفرنجية وفي عنا قائد الجيش جوزيف عون حتى جبران باسيد وصل إلى قناعة أنه لم يعود ليملك الحصوص للوصول إلى سدة الرئاسة فهو بس جديين مبدئيا هلا مش هل معوض مش مرشح جدي مش هل معوض ما بتخيل أنه يملك أي فرصة من فرص الوصول إلى سدة الرئاسة مرشح جدي زلم حاز على عدد أصوات أصلا لو أنه جدي ما يدخل الآن إلى مجلس النياب ويحطوا الأسوات خلنا نكون واقعيين تجارب لبنان واضحة يعني إذا ما فيه اتفاق ما فيه حدا جدي لما بيكون فيه اتفاق من روح على مجلس النواب ما بيطلعوا مجلس النواب إذا لا يعملوا رئيس جمهورية هذا الجدي هلأ اللي عم بيصير ماشي كالزورة حجائب ما فيه شي لكن لكن الآن برز كلام جديد وهذا الكلام يعني يلابد أن نتوقف عنده بشكل واضح شو هو الموضوع السباق أو التنافس ما بين سليمان بيك فرنجي وجوزيف عون لسدة الرئاسة وحزب الله من يتبنى السنائي من يتبنى أولا بدي أكد على موقف أن الموقف السنائي حزب الله وحركة أمل هو موقف واحد في موضوع الرئاسة ما رح يتبنه حدا هلأ ما حيتبنه حدا لا بده يتبنه أكيد لكن هل يدير المعرك الرئاسي كما أديرت في زمن الرئيس ميشيل عون أكيد لا لكن أكيد سيتبنه هذا بمفهوم الوعود والالتزام هذا بموقف واحد حيكون بموقف واحد ما في أي شتاب بينها. من يحاول أن يراهن على أي انفصار أو خلاف بين حزب الله وحركة أمل في هذا الموضوع ينسى. وهذا تفاهم وقع وخلص انتهى. لماذا لحد هلأ قبل 17 يوم من انتهاء المهلي؟ هيدا يسجل عليه نقطة ضعف أنه لا يكون لحد هلأ عنده مرشح واضح وصريح. يمكن تكتك رئاسي. مشكلة أنه في لبنان لو استحقاق لبناني كان سهل. ولكن نحن كلنا بنعرف أن هذا الاستحقاق ما استحقاق لبنان. بدليل مثلا سيادة البطرياكي بيحكي من يومين أو من أكثر من يومين يعني بيحكي لأحد أهم المتابعين في الملف الرئاسي ومعلى حسن مين بيقول أنه سليمان فرنجية مثلا ليس جبران باسيل هو المعاقل الأساسي لوصول سليمان الفرنجية السعودية. السعودية؟ وهذا الكلام يتوافق. هذا كلام إيلول بطرياكي. بطرياكي الرائعي لأحد المتابعين أو المهتمين بالموضوع الرئاسي بشكل أساسي. وهذا كلام من مجلس خاص. طيب هذا الكلام يتوافق مع ما أبلغ به سليمان فرنجية مع حفظ الألقاء من زيارة السفيرتين الأمريكية والفرنسية. أبلغوا أنه هناك عدم رضا صعودي. أبلغوا أن أمريكا وفرنسا يعني كل واحد لحال. أمريكا لا تعارض وصول سليمان فرنجية. روح ضبط حالك مع السعودية. طيب أنت زرته لأسليمان فرنجية الأسبوع الماضي. نعم. وحملت له رسالة روسية. صحيح. شو هي الرسالة؟ بالحقيقة أنا كنت بزيارة إلى روسيا. وعادة بالزيارة بلتقي بعض الشخصيات بالخارجية والدبلوماسية الروسية. وكان واضح أنه فيه انفتاح وارتياح كبير جدا في حال وصل سليمان فرنجية إلى الرئاسي. ولكن روسيا لن تتدخل في الموضوع الرئاسي. يعني ما تجي إلى لبنان وتضغط على الأفريقاء اللبنانيين لوصول سليمان فرنجية. ولكن في حال وصل سليمان فرنجية. وكان هناك توافق. هي تدعم وصوله إلى رئاسة الجمهورية. وهو مرحب فيه في روسيا في أي وقت. بالضبط. والآن في ظل هذا الصراع الذي حاصل. ومحاولة شيطنة الروس. يعني لابد أن يكون هناك شخصية قادرة على أن تكون وسطية بين كل الأفريقاء. ما في شخصية وسطية وقادرة تحكي مع الكل إلا سليمان فرنجية. هذه الشخصية قادرة تحكي مع الأمريكان. ومع الأمريكان. ومع الروس. ومع الخليج. وقادرة يحكي معك شيء. هلأ تسأليني شو سبب زعل السعوديين؟. هلأ يقولوا بمقابلة. مع عمر كثير. يعني عمر ثلاث أسابيع. مع الأستاذ مارسيل غانب على الأل بي سي. سليمان فرنجية شو قال؟. قال أنه ما في مشكلة مع حدا. ولم يعني حتى السعوديين بلغوا أنه ما عنده مشكلة معه. شو تغير؟. شو اللي صار؟. اللي تغير بدي يشوف السعودية شو عنده. شو عنده المعطيات. أما هو عنده مشكلة مع السعودي. أنا أجزم أنه ما عنده مشكلة مع حدا. ما هو اللي كان عنده مشكلة. لأيه علاقة بجولات السفير السعودي؟. لأيه علاقة؟. تبهي. مؤخرا. أنت خدي من هذا المعيار. اللي عنده مشكلة معه حقيقية هو سمير جعجع. وعفى عنه بدون ثمن. مشكلة مع السعودية بشو؟. فبالتالي لا. مشكلة السعودية مع سليمان فرنجي ربما تكون. هي حزب الله؟. هو لأنه لا يخفي. أنه ما بدون رئيس من ثمانة عدد؟. لا يخفي ولا يستحي بتحالفه الاستراتيجي مع المقاومة. ولا يخفي ولا يستحي صداقته الشخصية والاستراتيجية مع الرئيس بشار الأسر. ما هو ما بيخفيون هو. هو بيقول أنا بيحكي مع الكل. ولكن أنا صديق لهوضة. لهذه الجهة لهذه الأطراف. ولا أتخلى. وهذا كلام اللي إلي أنا شخصيا. لا أتلست مستعد أن أتخلى عن قناعاتي. ولا عن مبادئي. ولا عن صداقاتي. ولا عن تحالف الاستراتيجي مع المقاومة. فداء لكوسب عبده. مش مستعد أني أتخلى عن شيء. أنا عدت نوية تقريبا ساعة وربع. والساعة وربع بتسمعي كلمة مش مستعد أن تخلى مئة مرة. ومش مستعد أن أزرع دفتر شروط وأنزع عن دفتر شروط حدا مئة مرة. يا جماعة أنتوا عم تخطئوا. دفتر الشروط ما بينعطى لسليمان فرنجية. دفتر شروط ما بينعطى لسليمان فرنجية. يعني هذه الوثيقة السياسية التي تطلع فيها النائب جبران باسيل من فترة. أن هذه الوثيقة السياسية. لحتى لي أنا ما بدي أعمل هلأ أطروحها عليها. هذه الوثيقة السياسية أيها النائب جبران باسيل. أنت تعرف تماما أنها تحمل أثقانا لرئيس الجمهورية. لا يستطيع تنفيذها. لأنه ليست من صلاحيته. هل هو تعجيز؟ طيب. هذه الوثيقة السياسية. لو صلت أنت إلى بعبدها تقدر التطبقها؟ اشتركوا في القناة